اسم الدرس أتدرب على حل المسائل المسألة الأولى أولاً استغلت مهندسة فلاحية بستاناً وفقاً لما يبينه الجدول التالي زراعة الفلفل زراعة الطماطم زراعة البطيخ الممرات المساحة المخصصة لي 1 على 2 المساحة الجملية 1 على 4 المساحة الجملية 1 على 6 المساحة الجملية المساحة المتبقية كتلة إنتاج الـ R1 بالقنطار 2.6 7.8 5.2 ما العدد الكسري المعبر عن المساحة المخصصة للممرات الإجابة العدد الكسري المعبر عن المساحة المخصصة لجملة المساحة المخصصة لزراعة الفلفل والطماطم والبطيخ 1 على 2 مع 1 على 4 مع 1 على 6 يساوي 6 على 12 مع 3 على 12 مع 2 على 12 يساوي 11 على 12 العدد الكسري المعبر عن المساحة المخصصة للممرات 12 على 12 إلا 11 على 12 يساوي 1 على 12 المسألة الثانية ثانياً يتقاضى فني بأحد المصانع راتباً شهرياً يتصرف فيه كما يلي 1 على 4 الراتب الشهري للكراء 2 على 5 الراتب الشهري للغذاء 1 على 8 الراتب الشهري لبقية المصاريف العائلية ما تبقى من الراتب الشهري والمقدر بي 202.500 دينار للإدخار السكني أحدد العدد الكسري الممثل للمبلغ المدخر للسكان الإجابة العدد الكسري الممثل لبقية الأقصاط الأخرى 1 على 4 مع 2 على 5 مع 1 على 8 يساوي 10 على 40 مع 16 على 40 مع 5 على 40 يساوي 31 على 40 العدد الكسري الممثل للمبلغ المدخر للسكان 40 على 40 إلا 31 على 40 يساوي 9 على 40 أحدد بالدينار المبلغ المالي المخصص لكل نوع من المصاريف الإجابة الإجابة الراتب الشهري 202.500 في 40 على 40 على 49 يساوي 202.500 في 40 على 9 يساوي 900 دينار المبلغ المخصص لكل نوع من المصاريف الكراء يساوي 900 على 4 يساوي 225 دينار الغذاء يساوي 900 على 5 في 2 يساوي 360 دينار المصاريف العائلية تساوي 900 مع 8 يساوي 112.5 دينار بعد كم شهرا يمكنه ادخار 1 على 8 ثمن شراء قطعة أرض تقدر ب 218.700 دينار دون اعتبار الفوائض البنكية الإجابة 1 على 8 ثمن قطعة الأرض 218.700 على 8 يساوي 27.337.5 دينار عدد أشهر الادخار 27.337.5 على 202.500 يساوي 135 شهرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر